من التيار نقرأ رسمياً الصناعة تكشف نتائج فحص المنتجات المصرية قال وزير الدولة بصناعة عبد داود إن إيقاف استيراد السلع المصرية مستمر استناداً لنتائج الفحص التي أثبتت تلوثها موضحاً أن مبارضات الإيقاف فنية وليست سياسية وفي حال تحققت المواصفات الفنية الآمنة للمنتجات ستغير الحكومة موقفها وتسمح بفتح الاستيراد مجدداً للسلع المصرية وأكد داود للعرب الجديد أن السودان يسعى لوضع استراتيجية جديدة فيما يتعلق بالواردات السلعية في كل الدول التي يستورد منها صدر البكاش في إعلان نتائج فحص المنتجات بعد قرابة العام ألم يتأخر كثيراً؟ نعم تأخر كثيراً ماذا تفحص هذه الجهات لمدة عام كامل تقريباً منذ سبتمبر الماضي عام كامل لفحص منتجات للتأكد ما إذا كانت صالحة أو غير صالحة ملوثة أو غير ملوثة نعم هذا وقت كثير جداً ولكن يعني يستبطن يستبطن إشارة المعارة ألا يحتاج هذا الدولة على اللقاء أنها تراجع سياساتها مع الواردات؟ نعم مؤكد تحتاج إلى مراجعة ولو يعني من المسموح به أنا كنت سأتفي بما أورده الزميل أحمد يوسف التايفي عمودي الذي قرأته قبل قليل أنا أعتقد ليست هناك سياسة بالمعنى سياسة استيراد بالمعنى بل هناك فوضى ضاربة ممكن تغنع الحكومة وتجيب نبك فارسي نعم بل هناك فوضى ضاربة يعني نبك فارسي طماطم تيوبي جلابية من الصين جلابية جلابيتنا تراثنا وعنواننا ورمزنا نستوردها من الصين أيضاً ندفع دولارات بغادي نعم نعم فهناك فوضى ليست هناك سياسة واضعة سياسة استيراد والكريمات لعب أطفال بمليارات الدولار وكريمات تجميل بمليارات الدولار لكن ما من حق الناس برضو على الأقل المستطيعين على الأقل يعني نعم لا تعني بهذا المفتوى يعني لا أنت تعاني في لقمة العيش تعاني في الصحة تعاني في التعليم يعني نحن لم نقل بحرمان بعض الفئات والشرائحة يعني هذه المسائل الرفاهية يعني سلع الرفاهية يفترض أن لا يعني 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 ليس بهذا المستوى يعني نعم نعم بالتأكيد أستاذ المكاشفي الدولة بدأت أخيرا حظر أدوية منتجة محليا بعض الأدوية أليس من باب الأولى حظر بعض الأغذي على الأقل التي عليها ملاحظات نعم صحيح يعني صحيح لكن السؤال صحيح بمثل ما أنك يعني قررت أن تمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا يمكن أن ينطبق نفس الموضوع على المنتجات الزراعية بمختلف أنواع ومسميات لكن السؤال هل منتجاتنا تكفي الاحتياج المحلي هذا هو السؤال هل هي بنفس الكوالتي؟ وبنفس الجودة هذا هو السؤال المهم حتى لو توجدت بعدين ثم نحن مقبلين على مسألة الاقتصاب عضوية منظمة التجارة العالمية لا يمكن أن ننكفي هكذا يعني هذا يبدو من الاستحالة بمكان نحن الآن نسعى بخيلنا ورجلنا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية أنت لا تستطيع أن تمنع مسائل التبادل التجاري والبضايع والسلع الأخرى من أن تفد إلينا فأنا أعتقد أن المسألة فيها صعوبة كثيرة ولا بد أن نتهيئ طالما أننا نسعى سعيا حسيسا وجادا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بس لكن كيف أستاذ المكاشفي للدولة الآن تحذر سلع اسمتها السلع الرفاهية وما إلى ذلك على الأقل عين على الجنيه المعصور الشريط والمضغوط والبتراجع كل يوم لكن هل مشكلة الجنيه السوداني لنخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد هي حضر المنتجات أم هل مشكلة كليا يعني في إطار الآن فقدنا عائداتنا من النقد الأجنبي هل حضر السلع يعني بعد شوي حنحضر أي شيء لأنه إحنا بنحضر والجنيه ماشي في تداول صحيح صحيح المثلة تحتاج إلى حزمة متكاملة من المعالجات والسياسات الاقتصادية والنقدية والمالية ليس هكذا مكاشر قبل يومين قرنا خبر أو اطرقنا له قبل شوي أنه ولاية الخرطوم استوردت ثوم وبعض الخضروات بتستوردها ب150 مليون دولار يعني بمعدل 15 مليون دولار شهريا يعني نصف مليون دولار في اليوم وإحنا ما شاء الله دفاراتنا بتنقل النهار كله من الجزيرة من نهر النيل ومن غيره كيف لنا يعني تعليقك على الخبر ديشنو على الأقل هذا يعني هذه فوضى لا أكثر ولا أقل يعني يعني لا أصفها بأكثر من أنها فوضى نعم